بلدية اليوم بوضع مزري جداً، الموازنات البلدية خسرت 96% من قيمتها، عم تسمح للموظفين يروحوا يداموا ويشتغلوا غير شغل أو شغلين أو ثلاثة وما حداً بينليم، بس في مشكلة بنيوية إنه بالأساس مالية البلديات ضعيفة، يعني حتى بالألف وخمسة، ومصادر تميلة البلدية كتير ضعيفة، وعدد بلديات كتير كبيرة، بس الصندوق البلدي ما كان عم بيساعدون، ما كان عم بيكفي، ما بيكفي، دائماً صندوق البلدي، كانوا ينطروا نزفت ندفع رواتب، بس صندوق البلدي ما بيكفي، تنكون كتير واضحين، النظام الضريب البلدي، وبأسف أقول هالشي، الناس ما بتحب ببلد، الناس ما بتحب تدفع فيه ضرائب، لأنه ما بتشوف شي مقابله، الضرائب البلدي ما بتقدى تتوفر الخدمات، هلأ هني يا ريت أول شي الحكومة المركزية بتقوم بالمهام المرتبطة فيها قبل ما تبلش توزع المهام عغيرة، يعني شو هلأ المهام الأبنية الأيضة سقوط مهام مين؟ قليني بلديات، بس في ملفات إصلاحية صلى عالقة ثلاث سنين وعشر سنين، يقوموا فيها أول شي قبل ما يوجهوا كتابات للبلدية، هلأ أكيد هيدا واجب البلدية، والبلدية مش وحدة يعني فيه كمان مستوى سيناء كلياً هو دوره أصلاً منه مفعل بالسقاف اللبنانية هو اللي جان البنائية، نعم، اللي جان البنائية هي كيان قانوني موجود له صلاحية خاضية لقانون الملكية المشتركة لآخرية، منا مفعلة لأنه الناس هي ما بدا تشتغل كمان بنظام مؤسساتي، منظم إسترابي، اللجنة البنائية، تاخد قرار أول شي بها تكشف فيه اللجنة البنائية، وكل هالبنايات هي مفرد تبعت هيدا التقرير للبلدية، بلدية ما عندهم هنسين، معظمة ما عندهم هنسين، فواحد بده يبلش كمان من تحت لفوق، يعني حتى البلدية هي مستوى، يعني بده تبلش من مستوى البنائية، وأكيد فينا نجيب خبير بس بديك تلاقيها الخبيرها بديك تتفاعله، مين بده يتفاعله؟ بيه البلدية تتألف لجان أحياء، وتعمل نداء لهالكم مهندس فيه في لبنان، نعماره وإلى آخره، ومستعدين يعني فيه جمعيات من المهندسين قدرين يستجيبوا، أو فيه جمعيات ممكن تساعد، ففيها تبعت هالندي، وتألف اللي جان أحياء، يعملوا مساح ويكتبوا تقرير، وهن بالنهاية مهنسين بيهدوا التقرير، بيودوا للبلدية، وقفوا إلى جانب المواطن، يعني كمان عم نحكي باش ما السلامة عامة، ما هي بدأت تحفظ كمان المصلحة العامة، فمفروض إنه بدل هالشي تعطيهم خيار ثالث، إذا ما فيكن ترمموا، لازم تأمن آلية للإخلاق أو للإيواء، إلى حين تأمين المساعدة إلى آخر، إذا البلدية هي ما فيها تقوم، إذا ما فيها توفر هالموارد، فيها هي تتواصل، لأنه هي سلطة عامة، هي مرجع صالح، فإلى حيثية، وإلى صفات، بدأت تواصل مع جهات منحة خارجية، محلية، مع كطاع عام، إلى آخرها، فما فينا كمان بس نتبع المقاربة إنه، وفقاً لهالمادة، بدأت ترمم، هيدا بحالات توارئ، أكيد إذا بناية جديدة بحي مرتب، أكيد فيها تقوم بهالشي، هي السلطة اللي بتمنح رخصة البناء هي كمان، مننا الوحيدة، بس هي أيضاً مسؤولة عن سلامة البناء،